السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نركب الـ Trends Top 2021 Trends Architectural Engineering and Construction ما هي أهم التكنولوجيات أو ما هي أهم الأشياء التي ستبقى موجودة في مجال Architectural Engineering Construction في عام 2021 أهم الأشياء كل ما تردوها Mixed Reality Fijer Reality Digital Twins Realtime Design تلك هكذا التكنولوجيا تريد أن أستطيع التكنولوجيا مع التكنولوجيا القديمة أو مع النظريات الموجودة في الدرس لا أتعلم أشياء الأشياء وإنساء الأشياء الكلية أو تعلم أشياء ما خبره الموقع أو أشياء الأشياء هذه الأشياء الأشياء تبقى الوحدية فنلاقي المكسد رياليتي وهي حاجات مثل المكسد رياليتي دي من أهم التكنولوجيات اللي ممكن تبقى في قطاع البناء بحيث ان انا ممكن ابقى موجود في الموقع واتخيل هيتم ايه بعد كده ادمج الحاجات المخطط انها تتعامل مع الحاجات اللي معمولة فابقى عندي صورة مستقبلية للمشروع او اكون ماشى مثلا وابقى شايف الشغلة هيبقى عمل ازاي في المستقبل وبعد ما بابني خلص اه حرار حط شغل تاع الكهروميكانيكا فابقى ماشى وشايف التصميم بتاع الميكانيكا والكهرباء اللي هو في قلب الحيطة او تحت الارضية مش معنى كده ان انا بقيت بشوف تحت الحيطة او تحت الالوم لا بقى معنى كده ان التصميمات اللي موجودة زهرة معي فابقى شايف اذا كان فيه هنا مصورة او اي حاجة مش شايف مش شايف الدوات دي من حاجة السكيلز اللي انا شغل على بقوة وش راحة بمريبي بقوة الحمد لله الديشتال توينز تمام وده ورده شرحناها ومجهز لها شوية محضرات كده حلوة اللي هو التائم الرقمي اللي هو ان يبقى عندك نموذك كامل للمبنى او للمدينة تبقى كده فيه سمارت بيلدنج او سمارت سيتي وعندك معرفة بكل المعنوات الموجودة وتنبؤ بالمشاكل اللي ممكن تحصل لو انا عندي كل الداتا اقدر التنبؤ بيه اللي يصبح الريال تائم ديزاين دي تكنولوجيا كتيرة بتسمح لك بالموضوع دوت ان زي ما تشاهد في البن تقريبا موجود في كل حاجة في التلات تكنولوجيات ديت وطبعا العامل الحاجات ديت ايونيتي فيها حاجة اسمها ايونيتي تبقى شايف الحاجة بالشكل دوت طبعا اليونيتي او الانريل دول محركات العام بيهلنا بقوة في الشوبر بتاعنا بحيث نعمل زي نمزج يعني بعد ما نمزج الموضل على البن بقدر نحطه على اليونيتي او الانريل بحيث نتعمله رندر بشكل قوي في الوقت الحقيقي وممكن اصدر من خلاله لعبة او برنامج تفاعلي فهذه حاجات قوية جدا ندر نضيفها للسفي في المسابة ان شاء الله اشتركوا في القناة